المشروع التعمل فيها الحقيقة وكان هناك مشاكل فهنا نتحدث عن مشاكل وكان هناك دروس مستفادة أي حاجة بتعملها تبقى فيها مشاكل وتبدأ تحلها الفواد الذي عادت علينا في المشروع في الـ MBB يعني ممكن تكون في الفواد عادت على الـ RT-XR عادت على الصراقش المشجع وبه الفواد التي عادت علينا في الـ MBB من المشروع التواصل احنا كثيرا جدا ايضا حال اننا عملنا الـ mb-system ويجلوننا شوفه مجسّب ودامنا وإذا نشوف المشاكل تماماً نحن نشوف المشاكل كلها وقدمنا نحلها أثناء التصميم ليس أثناء الشغل الحقيقي نحن نسعاد كثيراً في شغل المأولاد بعد ما تعمل الشغل لتفجأة أن هناك شيئاً فيها أكل وكثيراً لكي تتكسر هذا يقوم بإمكانك المشروع فهو 20% تماماً المشروع في موضوع هالك الذي كان هناك مشروع بعد ما ركبت بعد ما ركبت الكاميرات وقامت بإمكانك المكان فتطر كسير الكاميرات هذا حقاً المشروع في السعودية من السبب المنزل المنزل ما نحن في الطريقة العادية كنا نشغلل لم يكن أحد أفهم شيئاً أنا ككهروميكانيك المعماري أعمل شيئاً فيه لا أستطيع أن تخيلها من المخططات من الأشياء التي كانت وهو عمل شيئاً غريباً ولكنني لا أستطيع أن تخيلها كنا نستطيع أن تخيلها على الأخير مشروع نعرف أنه يقوم بإمكانك المثلث أو الزل ولكنني لا أستطيع أن أفهمه فهو سهل جداً أن أأخذ المنزل في أي مكان أو أأخذ المنزل و أبدأ أفهمه فأخذنا كثير جداً فأنا نفهم بعضه والتاني أعود أيه أو فكر في أيه أولاً عندما سمنا حاجة بعطته له أممكن أنا أقول إنه مكان المنزل نحن نجد المكان مضبوط وهو يقدر نشوف المكان يكفي ولا يكفيش التصميم أفضل بكثير لأننا نبدأ نعمل التصميم ونشتر المشاكل يعني هنا مثلا فيه فلاش موجود فبقائنا نشوف كل هذا حل من المشكلة ونشغلين لما قلنا نعمل هذه الأشياء بالكاد جميعكم اللغة تشتر جدا الانتاجات بتاعتنا زائدة نحن نبدأ فكرة في هذه الأشياء قليلا نعمل الجي ساس ده عام زاليب بس خاصة بدولة القطر قليلا نعمل السكشن السباسيطيق بعاد مكانش موجود قليلا نعمل كل دابلو سيب نعمله السكشن السباسيطيق بعاد بحيث الواحد تخيل حتى تتعملت ازاي لأنه يكون في حتة اي حتة فهم مشكلة ان نخص بها السكشن بسواني وهيد عديد الكمبيجي حصل على السكشن الكلبريشن بقى أفضل بكثير مع المعمالي والانشائي بقى لنخدش حدث خالص فبقى الموضوع أسهل بكثير جدا ان نواق اي مشكلة تحصل أولو لا دعا خلي بالك فيه تعدلات احنا محتاجينها الموضوع التكومنتيشن باش يخد منها وقت خالص كما تعرفين الاسكادور اصلا يتحط في التمبليج قبل ببنى شغل يعني الاسكادور بتاع الشركة ده خاصة بالشركة اللي نحن نشغل فيها محطوط بنفس التستيقى دية والتمبليج فاضي كل ما بيرسل حاجة هو بتحط فده وفر على نواق تحتر جدا الكلاش في السلسل الابعاد بقى مفهوم في الكلاشات في السوائل مبارد انها دوس يعني كان الاول باخد بقية كتير قوي عشان نعرف ان ما كان الكلاش وممكن ان نحرك الكلاش وده حقيقي في طرقة فهيعمل الكلاش في ممكن تاني خالص وانوكم تحصتها فما محتمش بيها ويتشفى في الموقع فدلوقت لا افضل افضل اشتغل حد ما نخص الكلاشات ان اضافه بنين wine من ذلك يمكن أن يكون هناك شيء تتركب قبل شيء ثاني هناك مكانة كبيرة تدخل الغرفة التي نحن فيها دائما لكن الباب صغير يبقى أن أدخل المكان الأول وبعد ذلك أعمل باب أرى ما هي الأولويات العملات بتاعتي الموضوع الحصر هذا موضوع حصر كويس جدا يعني من ضمن الأهمية بتاعته وهو يحصل وطارق جدا يعني ممكن أن أقول له أنا أريد هذه المصورة وتمنى كذا وتكلفة تركيبها كذا وتكلفة العمل الذي يركب لو أنا جاءت حاجة من بره ستكلفنا هذا هذا الذي يجعلنا نقص بالمشروع قبل أن ندخل نحن نحاول نأخذ المشروع في كذا الشركة من نفسنا لكننا نعرف أن هذا المشروع يتكلف بالضبط فقدرنا نفترض المبلغ الذي كويس والذي سيقلبنا ربح هناك شركات أخرى ليس قادرة ففرض سعر عالي جدا هناك شركات تحطل سعر رخيص يمكن الخصائر المشروع أعمالنا لايت أنالسيس في قلب المشروع دي بدمن الاستفادات اللي فادنات أنا في المشروع